أغلب أبناء تعز يعرفون جامع المظفر كجامع أثري بني قبل أكثر من ثمانمائة عام ولا يعرفون أن له بدروما واسعا حوله الحكم الإمامي البائد إلى استبلل للخيور لفترة ثم أخفو كل مداخله بالأتربة كونه كان مدرسة أو ما يشبه الجامعة يدرس فيه التفسير وعلوم القرآن والفقه والمواريث والكثير من العلوم الإنسانية ظل مدرسة لتعليم القرآن الكريم ولتخرج كبار علماء اليمن وكان منار الفقه الشافعي في فترات مختلفة تفقئنا وثناء الترميمات بوجود قبو كبير جدا في أسفل المسجد كنا نسأل عن هذا القبو كنا ونبحث عنه في كتب التاريخ نقرأ عن وجود مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ولتخريق العلماء فوجدنا أن هذا هو الفصول وهذه هي الجامعة التي كنا نتحدث عنها ما زالت أجزاء كبيرة من البدروم الواسع مدفونة وبعضها مغلقة ولا زال الكثير من أسراره لم تعرف بعد جدرانه ومساحاته الكبيرة والأنيقة بناء وترتيبا تخطف الأبصار وتترك أثرا بمن يشاهدها على الطبيعة ويلمسها وكأنه يحاكي زمنا جميلا أريد له أن ينتهي أو يدفن إلى الأبد لأنه كان مركزا للنور والإشعاع الحضاري إلى كل أجزاء اليمن مكتب الأوقاف والإرشاد حرصنا أن نفتح هذه البوابة وأن نفتح المجال لإحياء هذا الجزء من المسجد لكي يستعيد المسجد دوره الذي كان بني من أجله المشكلة أتينا ورأينا في هذا المكان تصدعات كثيرة جدا هناك أراضة لأن البناء مبني من آجر وليس من حجارة الصمع هناك تهديد حقيقي لمسجد المظفر ونحاول قدر المسطع أن نفعل ما بوسعنا لكي ننقذ هذه الجوهرة لا يتحدث التاريخ أنه في زمن من الأزمان ربما إذا حدث شيء لهذا المسجد ربما تكون لعنة للعاملين فيه ربما تكون لعنة على هذا الجيل الذي فرط في هذه الجوهرة سنتين من العمل المتقطع من قبل مكتب الأوقاف الذي يقف اليوم عاجزا عن التمويل بعد ظهور الكثير من التشققات وتهديد الجامع بالاندثار ولا زال يحتاج للكثير من العمل والجهد والترميم بالتعاون مع مكتب الآثار وفتح جدرانا لا زال خلفها مجهولا حتى يستعيد المسجد ألقه ودوره التاريخي مع مدرسته الأنيقة المكتشفة حديثا